بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كيف نبلغ إلى العدد 30 ألف استغفار في اليوم هكذا نبلغ 8000 هذه 8000 استغفار حتى الآن يعني هذا من صلاة الفجر حتى الشروق قبل قليل انتهى الشروق فهي 8000 وبين المغرب والإشاء 8000 وخلال قيادة السيارة 3000-4000 وخلال كل اليوم تنهي كل العدد بس حبيت أوثيق هذا الأمر طيب لماذا 30 ألف لأنه اتأخذنا عن غيرنا وفعلنا ما فعلوا فكانت النتيجة نفس ما فعلوا والحمد لله رب العالمين استجاب الدعاء وتتحقق وعد الله الذي وعد في سورة نوح نعم لزوال الكون أهوى عند الله من أن لا يحقق عوده التي وعد جل في علا في نقطة جدا مهمة سبحان الله عندما اختلط بالناس يعني أنا دائما بالعادي يعني في المصلحة عندي أو ما بين القرآن والذكر والحمد لله رب العالمين ولكن عندما تختلط مع الناس وتسمع آهاتهم وتشكواهم سبحان الله يشتكون كثير جدا جدا يعني شكوى يشتكي من الشغل يشتكي من الأولاد يشتكي من العمل يشتكي من كلة الحيلة يشتكي من كل شيء يشتكي من أنه يعني كانه صنايعي ويعني عنده حرفة حرفي وشخص آخر بنفس الحرفة قد زود عليه وأخذ يعني شغله أو الشغله ويبدأ يشرح كل كل الجلوس وهو يشرح عن هذا الحال وعن أوضاعه هذا يا أخي تنهيه بهذه السبعة تنهي بهذه المسبعة هذا الكلام الفارغ الزايد الذي لا حاج له والله لا حاج له لا تشتكي الشك ولغير الله مذل كنت مش عارف لأني ماسكي الموبايل في إيدي فهنا هذه المسبحة ستنجيك من كل هذا الكلام الزايد الذي تتكلمه بالليل والنهار وتشتكي إلى الخلق وتشتكي قلة الرزق وتشتكي ابن عمك وتشتكي الطريق التي تمر فيها وتشتكي المسؤول عنك في العمل وتشتكي وتشتكي عن كل شيء وتشتكي عن القلة الماء وتشتكي عن الصحة هذه السبعة عندما جانيت تلتزم بها في الاستغفار في أعداد كبيرة جدا ما يفعل الله بعذابك ومن شكرتهم أمنتم وما كان الله لعدمهم أنت فيهم وما كان الله لعدمهم وهم يستغفرون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم من فرج وارزق من حيث لأحتسب شو بدك أحسن منه بالاستغفار أنت في عالم آخر في الاستغفار أنت مستجاب الدعاء في الاستغفار تفهم ما يدور حولك في الاستغفار يغنيك الله من فضله في الاستغفار أنت غني أنت تخي أنت نخي أنت قريب من الله أنت لا ليس لك حاجة أن تشتكي من الناس وتشتكي من الهموم هذه كلها يجعل الله لكم من كل ضيق مخرج ومن كل هم من فرج وارزقك من حيث لا تحتسب وقال المولى عز وجل فقلت استغفوا ربكم أنه كان غفار يرسل السماء عليكم بدراره وابددكم بأموال وجل لكم جنات وجل لكم النهر أنا قد أجزم أن هذه المسبحة خير لك من العمل الذي تعمله كل النهر أنا قد أجزم أن الله لا يعطي الذاكرين فوق مسألة السائلين أنت بدك تروح تشتغل ولكن شغلك قد يكفيك أو قد لا يكفيك ولكن عندما تستغفر سيكفيك ويزيد الله الذي لا إله إلا هو أنا لا أتكلم كلام كتب بنتكلم كلام حياة حقيقية نعيشها بفضل الله وهذا فضل من الله وتيسير وتسهيل من الله عندما تلزم وتلتزم في أوامر الله وعندما تتعرف على الله لماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عني ولو آية بدك تأخذ الآية يا أخي يا أخي ليس الكلام عن الدين فقط تتكلم عن الدين أفضل أنا أريد أن أكون ناصح لك لكل واحد يعمل في هذا المجال عيش آيي يا أخي يا أخي عيش آيي يا أخي خذ المزبح وظهر لك استغفر حتى يأتي بعود الله كلها التي في الاستغفار عيش آية الصلاة على رسول السلام حتى يأتي وعظ الله إذن تكفى همك ويغفر ذنبك عيش آية سورة البقرة حتى تقتف ثمار سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة فهذه كلها آيات عيش آية القيام الليل شرف المؤمن مثلا وإن الله يتنزل في الثلثة الأخير من الليل فأتي بثمار هذا القيام الصلاة في وقتها عيش آيي يا أخي عيش آيي لا تظلك تتكلم كلام يعني أن نقرأه من الكتب أنا أقرأ وأنت تقرأ أنا بدي أنصحك لوجه الله عشان أنك تبلغ آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بثمار هذه الآية فتكون قد أديت الأمانة وعلمت من حولك وأثرت بهم ليس التبليغ أن تبلغني يعني قم صلي ما أنت بتصلي وأنا مش شايف من وراك نتيجي مثلا استغفر أنت مثلا تستغفر وليس شايف نتيجة أعطيني بالنتيجة الاستغفار طبعا كم العدد وكيف أستغفر أو كيف أصلي على رسول الله السلام وكم أصلي على رسول الله السلام هذا اللي بديت منك لا يمكن أنك تؤثر بمن مقابلك إذا لم تفعل أنت هذا الأمر هذا اللي توصل لك يا رسالي لكل من يبلغ ويعمل في هذا المجال التبليغ فبلغ عني ولو آية ما قل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني مئة آية قل لك ولو آية وحدي لأن عندما تبلغ هذه الآية ستعرف من هو المولى عز وجل ستعرف الآمر قبل أن تعرف الأمر نعم عندما تعرف الآمر من هو الآمر ستتفنن في عبادة الله وطاعته نعم كل هذا الهموم والغموم الكلام الفارغ الذي يتكلمه الناس هذا كل التأفف والناس تعمل والناس تتعلم ولازم هيك ومش لازم هيك استغفر الله ستنجو من هذا الكلام كلاته وستكون على الجادة وسأخذك هذا الاستغفار إلى أن يفتح الله عليك أبواب القرب منه منه جل في علا ممكن أن يفتح عليك أن تأخذ الصلاة الرسول والسلام وأن تأخذ القيام وتأخذ الصلاة نفسها وأن تقوم الليل الاستغفار نعم يحول الذنوب تحول بينك وبين العبادة تحول بينك وبين رزقك تحول بينك وبين الصحة تحول بينك وبين الفهم فهم ما أقول أنا الآن ماذا أقول وعندما تقرأ في كتاب الله لا تفهم ما تقرأ لأن هذه الذنوب قد حالت بينك وبين الفهم نعم فكلا بالران على قلوبهم ما كان يكسبون نعم ثم لا يجب عليك أن تأمر بالمعروف لا تأمرون بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو ليشكلنا الله يصلت عليكم عذابا تدعونه فلا يستجيب صلت عليكم عذابا فلا يرفعوا تدعونه ولا يستجيب سبحان الله أطم مطعمك يا أخي أقبل على الله وكثر الاستغفار وصل للثلاثين ألف استغفار وأتبعهم بألف وخمس بيست صلاة على الرسول على السلام وأتبعهم في صلاة في المساجد وهكذا وشوفها لك بدك تتغير خلال فترة قصيرة جدا جدا خيرا لك من كل هذا الأمر لا تركض فيه تركض ولا تقطف ثمار أي شيء ثم إن حال المصلين سبحان الله أسوأ من حال الغير المصلين يعني يرابون ويأخذون قروض ربوية وبطلهم ولا شيء وتدخين وكل هذه الأمور بطلهم من يعني خلص وكانهم فشلوا في هذا المشروع مشروع التدين لا مشروع التدين مشروع جدا يعني على صواب إذا أخذته كما يجب أن تتعرف على الله بأن تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية فهكذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا الآيات تتحقق وعاشوا آيات حسية تتحقق أمامهم فعرفوا الله جل في علا وتفننوا في طاعة المولى عز وجل فهكذا لا يمكن أنك أنت تتأفف من هذه الدنيا أو من الديون أو من الهيئة تقضي على ديونك بهذه المسبحة تقضي على جهلك بهذه المسبحة تقضي على تقضي على ديونك بهذه المسبحة من دول أخرى نوضح أكثر تنفك من ديونك بهذه المسبحة بالاستغفار تنفك من أمك في هذه المسبحة تنفك من جهلك بهذه المسبحة تنفك من بعدك على الله في هذه المسبحة هذه الصيغة وصيغة الصلاة والرسول والسلام الأهوان الله بصلي ويسلم على الشيدي محمد الله بصلي ويسلم على الشيدي محمد ممكن الله بصلي نعم هناك الصلاة الإبراهيمية ولكن هذه الصيغة إذا بدك توصل مثلا 1500 أنا كنت أوصل لها 1500 صلاة على الرسول والسلام مع ثلاثين ألف استغفار في اليوم لمدة ستة أشهر والأمور الحمد لله رب العالمين وإحنا عودنا عودا أحمد إن شاء الله بالاستغفار هذا هو الاستغفار جربوا عيشوا وشوف كيف أنك في عالم آخر أنت حياة طيبة كريمة ما دخلك وكلامك كله بتغير وتفكيرك كله بتغير وحياتك كلها بتتغير وكل ما لحولك يتغير بالاستغفار هذا والله الذي لا إله إلا ستصبح مستجابة بهذا الاستغفار أكثر وأقبل على الله وسيرضيك الله نعم في سورة نوح يقول مولى الزوجل فقلت استغفار ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ومدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وإنه يجعل لكم أنهارا بدنا تعليقات الذين شرعوا بالاستغفار وما هي النتيجة ماذا فتح الله عليهم وأين وصلوا برشاة هذا مهم جدا للمتابعين المتابعين عنشان الله يفتع عليهم إني كمان وهكذا يرفع الله الغمى للأمة ونقايد الله في هذا الاستغفار أن يكشف الغمى للأمة وأن يحرر المسجد الأقصى وأن يهلك أعداء المسلمين وأن يضرب الظالمين بعضهم ببعض أمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد عيث من تلاب بين صلاة الفجر والشروق وممكن بين مغرب والإشاء خلال اليوم يعني مش سيب أنك تنهيها يعني أنا أقرأ هذا وأقرأ سورة البقرة وأقرأ سورتها وأقرأ سورة الملك قبل النوم وأذكار الصباح والمساء وحياة طبيعية الحمد لله رب العالمين بالهمم تعالوا الهمم يعني بالهمم تستطيع أن تزيل الجبال بإذن الله تعالى وما تشعون إلا يشاء الله رب العالمين نسأل الله أن يوفقك وهذا التوفيق من الله والحمد لله رب العالمين الأمر كل لله نسأله جل في علا أن يفتع علينا وهذا هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته